موسيقى كثير من يؤكد أن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة كان سيحظى بدعم أكبر في طريق مشواره الرئاسي لو كان الإخوان المسلمون قد رشحوه في بداية الأمر وليس كبديل للنائب الأول لمرشد الجماعة خيرة الشاطر فأستاذ هندسة الفلزات والسياسي والبرلماني المخضرم محمد مرسي لديه كما يؤكد محللون مقاومات تؤهله بشكل مريح للمنافسة على كرسي الرئاسة الرجل أختير قبل ذلك كأفضل برلماني في مصر أثناء عهد المبارك كبرلماني معارض وده يؤكد أن الرجل له نستطيع أن نقول قدرات خاصة كريزمة خاصة التعامل مع الشارع ومع المشاكل ومختلف أجوانبها بشكل جيد للغاية والدليل على ذلك أنه استطاع أن يقود سفينة المعارضة المصرية ب17 شخص فرضت نفسها داخل برلمان فرضت مشكلات الشارع واستطاعت أن تؤكد للحزب الوطن أن هناك صوت قوي داخل برلمان دفع مرسي ضريبة نضاله السياسي سنوات من عمره خلف قطبان المعتقلات ولعل أبرزها عندما اعتقل في عام 2006 أثناء مشاركته في مظاهرات استقلال القضاء والأخرى يوم الثامن والعشرين من يناير أثناء الثورة كنوع من الضغط السياسي على جماعة الإخوان وتوازى ذلك مع مشوار سياسي وبرلماني رأس خلالها الكتلة البرلمانية للجماعة في برلمان 2005 ثم عين بمكتب الإرشاد ثم رئيسا لحزب الحرية والعدالة تأخير الترشحه طبعا يأخذ منه بعض الشيء تغيير مواقف الإخوان وتضخمها في الإعلام المصري والحملة الشارسة التي تم شنها خلال المرحلة الماضية أيضا أثرت لكن أرى أن دول أكبر سلبيتين أنا أراهم من ناحيتي وإذا كان مرسي لا يتمتع بنفس الصفات الكارزمية لشخصية الشاطر لدى جمهور الإخوان فإنه بالنسبة لقيادات الجماعة لا يقل كفاءة حيث سيحمل نفس البرامج والأهداف وينفذ ما يسمى مشروع النهضة الإخواني ويعينه في ذلك كما يقولون ثقافته السياسية الواسعة وثقافته التي استقاها من الغرب عندما حصل على الدكتوراه في الهندسة بالولايات المتحدة وعمل مدرسا في جامعاتها لمدة ثلاث سنوات رغم القدرة التنظيمية للإخوان في حشد الكتل التصويتية لصالح محمد مرسي فإنه يواجه تحديات كبيرة في مشواره الرئاسي تحديات تبدأ بمحاولة إثبات أنه يستحق أن يكون مرشحا أساسيا ولا تنتهي عند حد المأزق الذي يواجه الجماعة أمام الشارع بسبب تغير مواقفها السياسية بين الحين والآخر سامي يوسف اليوم على الحرة قاهرة ترجمة نانسي قنقر